تختفي القطع الأثرية الحضرمية قطعتان بعد الأخرى في عملية تهريب وبيع متكررة شهدتها محافظة حضرموت منذ بدء الأزمة في البلاد وانقلاب ميليشيات الحوثي وسيطرة التنظيم القاعدة وبيعت الأثار والتحف القديمة والثمينة بأسعار باهظة في أسواق مدريات سيئون وتريم والمكلة وذلك في ظل تجاهل الجهات المختصة والسلطات المحلية وأكد مواطنون أن سماسرة الموروث يستغلون المواطنين البسطة في القرى والمدريات لشراء التحف القديمة بأسعار باهظة الثمن ويتم بيعها داخل وخارج الوطن بأسعار تفوق شراءها بكثير ويعملون على تهريبها إلى الخارج في ظاهرة خطيرة لم تشهد المحافظة من قبل ترجمة نانسي قنقر